فضيحة من نوع ثقيل احنا بيومية نسمع كل الحكومات من 2003 لليوم نسمع عن مترو بغداد صح؟ اسمعوا اياه وشوف لم تتوقف تصريحات مسؤولين بعد 2003 بخصوص مشروع المترو الذي استبشر به البغداديون خيراً لكونه ينهي الاستحامات المرورية في شوارع العاصمة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية للسيارات نحو 400 ألف سيارة لكنها غارقة بثلاثة ملايين سيارة في عام 2020 وفقاً لمديرية المرور العامة وبحسب التصاميم الأولية لمشروع المترو فإنه سيكون بمسارين الأول بطول 18 كيلومتراً مع 20 محطة يبدأ مع نهاية هسا انت الهنانة تشوف خلي الفيديو شغال بدون صوت الهنانة انت تشوف انه بغداد رح تكون متطورة ورح يطب بيها مترو ورح يصير الحياة وردية تمام الهنانة زين اطين الفيديو اللي ورا خلا شوفك الفضيحة باوع اصبر باوع باع الفضيحة احنا اللي متطلعين على أساس دا يسوونا مترو ويسوونا خطوط نقل محتامة مثل الأوادم شوف اصجابهن باع السوا لأول مرة بالعراق بلي وفرت إلينا تاكسي دراجة خلنا نشوف شنو هاي ايه ايش أفضلها على باقي المواصلات كلش حبيت هاي التجربة لعدة أسباب أول شي أكو توفير كلش قوي اتخيل انت سعر الكروة من 1000 لص إلى 3000 تعال 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 خلي شغال تعال بدون صوت بشرفك ابنا موستك أبو بلي احنا دا ننتظر مترو بغداد ودا ننتظر وزارة النقل تسوينا مواصلات نقل مثل الأوادم انتو ترجعونا لي ورا تسوينا مثل الهند ترجعونا لي ورا تاكسي مطار لقد توان عاشين لقد تجدسون بنا هذا من هو هذا أبو بلي هذا اش دا يصير هاي فوقف لهنا رجعي على ظهره هذا اش دا يصير هاي فضيحه هاي فضيحه هذا ابو بلي هاي فضيحه انت احنا دا نتطلع الى مترو الى سيارات نقل مثل آدم لك ياوال لك ياوال احنا بالخمسينات عندنا اهم مشروع نقل امانة انتو هستد ترجعونا مثل لي ورا جايبيلي مطار قررت عينكم حكومة الاطار يا الاطار التنسيقي يا فضيحتنا جايبيلي مشروع تاكسي دراجة لك بتستحون لك يا وزير النقل اشو انت من بابه المرور تريد تصادر الدراجات ومن بابه تروحون تجيبون ابو بلي يسوي تاكسي دراجة استغفر الله اوقف انت وقف العزيز المشاهد انا رح اشوفك العالم اللي براسها خير اشوفك العالم اللي تفتهم شوف شوف اطيني الفيديو اللي ورا عوف لهذا ابو بلي يا بلبول باوع باوع اهنانة مشروع نقل انامك مشروع نوم تريد تنام تريد تروح من محافظة المحافظة وتقضيها نوم تعال شوف لا يا بلب ابو بلي جايب لك دراجة شوف طبعا هذا الوراي هو باس النوم اللي ما يعرف شون هو باس النوم رح اشوفكم هاي التجربة في البيتنام هذا باس مخصص للنوم رح اشوفكم اياه من جوه يخبل طبعا رحلتنا ست ساعات مضطرين ناخد باس مخصص للنوم طبعا هذا هو من الداخل طبعا شوفوا الاسرة هيك خلي تشوف وين السرير التبعي بي فايف بس فتشي ها طبعا معي اذن البنتين صديقات الرحلة هذا تختها هاي تخت هي احده هين وانا هين بس اشوفكم اطلال اول منظر شلون طبعا يشوفوا هين البنات حاجزات بتخت لشخصين يصير في تخت لشخصين هاي اول مرة اعرفها بس انا هنا على معلم فروض طبعا هذا هو التخت تبعي شوفوه هذا شباك بحتوح تشوف المناظر كله هنا في تشكات للشواحن تلفزيون تريد تشغل تلفزيون تحكم بي هاي البرداية سكرها يصيري في خصوصية وهكذا شمتعلن شي تجربة رائعة وخاصة المناظر اللي راح تشوفونها في فيتنام تعرفونها فيتنام طبيعتها جدا حلوة واسا راح شوفكم بيها شوني الشكلي هنا قاعد شوف عنها الطبيعة الجميلة واقفلي واقفلي خليه خليش اغال بدون صوت شفت انت الفيتنام اللي عايشين على الزراعة اللي اليوم يتصدرون الدول المتقدمة الفيتنام يسوون باص للنوم اللي راحة المواطن واني يجيني يا ابو بلي يجيب لي مطار دراجة ينقل لي تاكسي يعني راح اصير بغداد مثل الهند لكم يسوون ترجعلي على الابو بلي لكم يسوون تبغداد من مزابل الى طسات الى شوارع محفرة الى بهذلة وهسا جايني يا ابو بلي جايب لي تاكسي دراجة يعني راح اصير بغداد حالها حال الهند اشتركوا في القناة